مشاهدين مازلنا نتبع مع حضراتكم لقاءات الرئيس السيسي مع القادة العرب على همشي انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جماعة الدول العربية على مستوى القمة حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين تنول اللقاء صبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية كما ناقش اللقاء الوضع في قطاع غزة والظرف الكاريتي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العضوان الاسرائيلي المستمر والذي يتفقم في ضوء العمليات العسكرية الاسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وفي هذا الإطار أكد الجانبان ثوابط موقف البلدين المطالب بالوقف الفورية والمستدام لإطلاق النار والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية بالإضافة إلى ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يصم في إنفاذ حل الدولتين وفي عودة الحق الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر